شكرا هل أسمع؟ يا مرحبا على منال مساء النور السرور فزينا على أريد يا مرحبا حياكم الله جميعني الله يسلمت أسمع لا محمد قاعدين الصوت مش واضح؟ لا محمد قاعدين إذا الصوت واضح أعطوني ثامز اف هل أحياكم جميعا مساءكم نور السرور ننتظر دقائق قاعدين يمكن النص بعد تنظم لنا سامعيكم جميعا منورين وشكرا على الحقابة في اللقاء معاكم دكتور رشيدة الغزالي مسؤول برنامج العزل المنزلي المقدم من مركز أبوغبي للصحة العامة ودائرة الصحة أبوغبي طبعا الجلسة اليوم إن شاء الله بتكون عن العزل المنزلي فاللي عندها أسئلة يحاول خليها للنهاية على أساس أن أعطيكم مقدمة إن شاء الله بإذن الله عن العزل وعن البرنامج قبل أن نبدأ أعرف عليكم سامح الله بركاته أعرف عن العزل فشو العزل وشو الفرق بينه وبين الحجر المنزلي طبعا العزل هو تقييد حركة المريض المصاب بمرض معدي بحيث إنه ما ينقل العدوى وإنه قلل إحتمالية انتشار هذه العدوى في المجتمع العزل شو أنواعها عندنا عدد من الأنواع للعزل طبعا عندنا العزل في المنشآت الصحية يعني مثل المستشفيات وغيرها وعندنا عزل اللي هو مؤسسي مثل الفنادق وغيرها وعندنا العزل المنزلي بداية لعشان العزل المنزلي نفسنا قلت لكم في البداية مركز أبوضوي للصحة العام ودائرة الصحة أسسوا برنامج خاص للعزل المنزلي فهذا البرنامج هو عبارة أهدي شوي مستعيلة أتكلم بسرعة إن شاء الله طيب عرفنا شو العزل الحجر طبعا للناس اللي هما احتمال مصابين ولكن العزل للناس اللي هم بالفعل عندهم إصابة وإصابتهم مؤكدة مثل ما قلنا برنامج العزل المنزلي تأسس بداية شهر إبريل 2020 كهدف أن نحن نسيطر على عدوى كورونا اللي هو كورونا المستجد 19 ونحن نساهم في دعم القطاع الصحي بحيث ننوفر سرة في المستشفيات للمرضى اللي هم بالفعل محتاجين لها وهذا هدف والهدف الثالث والرئيسي كان أن نحن ندعم المرضى في هذه الفترة القصيرة اللي هي فترة العزل المنزلي إن شاء الله قلنا الأهداف الرئيسية للبرنامج طيب شو معايير الدخول للبرنامج أو التسجيل في البرنامج عندنا عدد من المعايير أولها أن الشخص يكون مصاب إصابة مؤكدة بكورونا المستجد ثاني شيء أن يكون عمره بين الثمنطعش والستين سنة أو تسعة وخمسين بالأحرى يكون عنده أما عراض خفيفة أو ما ظهرت عليه أي أعراض رئيسية فحالة الصحية مستقرة نقدر نقولها مستقرة نوعا ما وإذا عنده أي أمراض مزمنة تكون هاي الأمراض مسيطرة عليها يعني إنه مش مثلا محتاج إنه دائم ينشوف الطبيب أو يروح المستشفى ولكن وضعه الصحي مستقر بالإضافة لهاي المعايير اللي سبق ذكرتها لازم يكون الشخص هذا عنده غرفة مستقلة وحمام مستقل عشان يقدر بالفعل إنه هو يعزل نفسه عن الآخرين وما يختلط مع أفعاد عائلته البقين عشان ما ينقل المرض لهم فوق هاي المعايير كلها لازم ضرور إن الشخص يكون مثقف وقدر إنه يلتزم بجميع إجراءات العزل المنزلي فلازم إنه يتم في الغرفة وما يطلع وكلها الأمور وما يحتك في الآخرين وحتى إذا أحد مثلا يبيوصل لأكل أو يوصل لأي شيء ما يصير احتكاك مباشر بين الشخص المصاب والشخص الآخر الإجراءات العامة حين مجرد ما الشخص يدخل في برنامج العزل المنزلي الموضوع هو العزل المنزلي في أحد يقول شو الموضوع الإجراءات مجرد ما الشخص يصير عنده إصابة مؤكدة سجله في البرنامج لما سجله في البرنامج تتوفر له ساعات التتبر هذه الساعات طبعا تهدف إننا نتأكد إن هذا المرض بالفعل يتبع الإجراءات الاحترازية وملتزم بجميع إجراءات العزل المنزلي بعد ما يصير عنده ساعات التتبع ممكن أنه ينتقل إلى البنزل إلى منطقة العزل المالتا وتتم المتابعة معه من هناك المتابعة تبدأ عدد من الخدمات نوفرها أول خدمة اللي هي تطبب عن بعد فيصير دائما في تواصل مع المريض إذا هو عند أي مشاكل هل العراض عنده يالسة سوء أو يالسة زيد وشو الإجراءات اللي ممكن يتخذها متى يروح مستشفى متى يقدر ما يروح المستشفى وهكذا الخدمة الثانية اللي تتوفر له هي الفحوصات المنزلية فالشخص المستشفى نسمى قلنا نحاول نقلل قدر المستطاع من خروجه من المنزل وذلك نوفر له خدمة الفحص في المنزل الخدمة الثالثة اللي هي الوجبات الغذائية يتم توفيه ثلاث واجبات رئيسية لكل مريض مسجل في برنامج العزل المنزلي بالإضافة لذلك بعد في خدمة غسيل الملابس وخدمة إدارة النفايات هاي الحزمة من الخدمات تتوفر لكل مريض مسجل في برنامج العزل المنزلي طول ما هو في فترة العزل طيب فترة العزل هل هي 14 يوم هل هي 10 يام هل هي متى تنتهي هذه الفترة طبع النفس ما قلنا هو عشان ليبدأ لازم يكون عند إصابتين مؤكدة سوف نقول له إصابة مؤكدة بكورونا المستجد الشخص التنفيه عزل منزلي إلين يحصل على نتيجتين سلبيتين متثاليتين بينهم على الأقل 24 ساعة وبتالي نقدر نقول إن هذا الشخص متعافي وخلاص يعني يقدر يطلع من العزل ويمارس حياته ولكن الـ 14 يوم مش ثابتة في بعض الناس تموا 14 يوم بعض الناس تموا أسبوع بعضهم تموا شهر وشهرين ففترة التعافي تختلف من شخص إلى آخر يعتمد على عدد من العوامل منها صحة الشخص منها قدرة جهاز المناعي على مقاومة المرض والتخلص من الفيروس في أسرع وقت ممكن فنحن نحن في فترة عزل الشخص الذي في فترة العزل نعطيه عدد من النصائح أهمها أهمها هو اتباع أسلوب حياة صحي أساس يدعم جسده ويدعم جهاز المناعة عنده إنه يقدر بالفعل يقاوم هذا المرض ويتخلص منه بأسرع وقت ممكن شو هو أسلوب الحياة الصحي؟ اتباع الأكل الصحي، الغذاء الصحي، قدر المستطاع مارس الرياضة، قالوا لنا أنه أنا في الغرفة ما نوع الرياضة التي تريديني أسويها؟ لكن هناك أنواع من الرياضة ممكن أن أسويها حتى لو ربع ساعة أو عشرين دقيقة في الغرفة وتعطي النتائج رياضة أهم شيء إنه يحس بفعلنا هو لسيب المجهود أساس أنه نقول لنا هذه الرياضة الشيء الثالث بعد شرب الماء شرب الماء بكثرة وايد مهم وبالإضافة لذلك النوم، الراحة، الهدوء لأن هذه كل هذه العوامل تأثر على نفسية الشخص وتأثر على قدرتها على مقاومة أي مرض وشكل عام بالإضافة لتباع السلوب الحياة الصحي، ننصح بعدد من المكملات الغذائية الأسئلة خلوها للنهاية يا جماعة، لأنها لا قدر أقرب نفس الوقت طيب، المكملات الغذائية التي ننصح فيها هي عدد من المكملات منها فيتامين زي اللي هو جيم، ننصح بجرعة يومية، ننصح أيضا بفيتامين دال اللي هو الجرعة اليومية كذلك لأنه فيه دراسات أثبتت أن بالفعل الجرعة اليومية هذه ممكن تساعد الجسم من إقاوم الالتهابات الرئوية بأنواعها وعندنا الزنك، معدن الزنك بعد ننصح فيه بشكل يومي ممكن نتكلم أكثر عن الجرعات بما بعد المشكلة أهم شيء نقول في فترة العزل، الإدراك والوعي أن هذه فترة مؤقتة هذه الفترة المؤقتة ممكن أن تعدي إذا حاولنا نركز الأشياء الزينا اللي موجودة الخدمات التي توفرها الدولة، القيادة الرشيدة اللي أوفرت لنا كل هذا الدعم لكي نحن هذه المرحلة نعديها ونعديها بسلامة فنحن مجرد ما ندرك أنها فترة مؤقتة وبتعدي نحاول ننجز قدر المستطاع في هذه الفترة طيب شو الأشياء اللي نقدر أسويها في فترة العزل؟ في عدد عدد كبير من الممارسات والأنشطة اللي ممكن نسويها حتى لو كنا في العزل أول شيء نفكر فيه هو اكتساب عادات جيدة عادات جديدة، اكتساب مهارات جديدة التخلص من عادات سيئة في وائد ناس أقلعوا عن التدخين في هذه الفترة فنحن نختار شو لنبقى، ممكن القراءة، ممكن عندكم الجولات الافتراضية على الانترنت ممكن تزورون متاحف عالمية عن طريق الانترنت عندكم وائد أشياء، التلوين، الرسم، فالواحد يفكر هو شو هواياته، يسترجع هو شو ممكن يسوي في هذه الفترة ويحاول قد ما يقدر له يساعد نفسه نفسيته أن يتحسن أنه بالفعل يتعدى هذه المرحلة بسلام ونحن فريق العزل المنزلي، فريق كله كله موجود لدعم المرضى في فترة العزل توفير لهم النصائح، توفير الدعم النفسي يعني فيه كثير من المرضى وصلوا لنا الحمد لله بالعالمين، ويعني هاي المرحلة عدت بسلام بفضل تقبلهم لفكرة أن هاي المرحلة موجودة وبتتم وبتعدي ونفس الوقت لالتزامهم بمعايير العزل المنزلي والإجراءات والفحوصات بشكل عام طبعا حين الشخص اللي يكون في العزل المنزلي ننصحها بعادة للفحص كالخمس إلى سبع أيام إذا كانت نتيجة الأخيرة إيجابية وفي حال حصوله على نتيجة سلبية على طول ممكن هو ينتقل الفحص اللي وراه على طول خلال 24 ساعة أساس إن شاء الله بإذن الله يحصل على نتيجتين سلبيتين ويمتبر شخص متعافي طيب حين عندنا خاص لكم الموضوع بس بحاول أرجع للأسئلة عساس أجاوبكم يعني ممكن يكون نتيجتين سلبيات ويزيد عن 14 يوم نعم محمد ممكن بالفعل يكون عنده يعني نتيجتين سلبيتين تتأخر إلى أكثر من 14 يوم وليس بالضرورة في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية لمرة واحدة هل يلتزم بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوم نعم صحيح إذا كانت النتيجة فقط إيجابية واحدة وثلتها نتيجة سلبية فنقول له هذه الاحتمالية أن نكون هذه النتيجة غير صحيحة ولكن ننصح الشخص أن يلتزم بالحجر المنزلي الحجر المنزلي إنه يتم في بيته ما يطلع خارج المنزل ولكن ممكن يخالص أفراد المنزل وخلال هاي الفترة الـ 14 يوم فيه حال صار عنده أي أعراض وصار عنده أي أعراض أنه مثلا كحة حرارة زكام أي نوع من الأعراض ممكن يروح على طول إراجع المراكز الصحية على أساس يتأكد ويفحصون مرة ثانية أنه ما عنده كورونا سؤال هل جميع الأشخاص في العزل المنزلي يلبسون ساعات التدبر؟ التعقب، شكرا دكتور ريميس على السؤال؟ طبعا ساعات التدبع نسمى قلنا في برنامج العزل المنزلي عندنا فئات معايير وفئات معينة اللي هم من 18 إلى 59 سنة ولكن الأشخاص اللي هم ما دون 18 نحن أكيد ما نلبسهم ساعات التعقب ويتم عزلهم إما في المستشيات أو في المنشآت الأخرى سواء كانت فنادق أو غيرها ولكن في بعض الأحيان العائلات يطلبون أن نساعدهم أنهم يطلعون عزل منزلي ففي هذه الحالة إذا كان طفل مصاب مثلا أحد من أفراد العائلة مصاب ممكن هو يكون مع بعض معزولين في غرفة مستقلة ولكن ما نحط لهم ساعات التعقب أما اللي هم أكبر من 59 سنة فهذه البعاد لهم بروتوكول خاص في إجراءات احترازية ضرورية نعطيهم إياها قبل نلبسهم ساعات التعقب اللي هي ضرورة أنهم يروحوا من مستشفى يتنومون لمدة يومين لإجراء جميع الفحوصات ويتحقق أنهم بالفعل صحتهم مستقرة وممكن عزلهم في المنزل بناء على تقدير الطبيب المعالج وممكن أنه يترخص لعزل منزلي ويلبس ساعات التعقب الدكتورة عندك علم بخصوص الأشخاص اللي من خارج الدولة ووصلوا توهم طيب هذين الأشخاص اللي وصلوا توهم في إجراءات خاصة لهم من دخول المطار وغيره ولكن لا يندرجون تحت برنامج العزل المنزلي برنامج العزل المنزلي فقط للناس اللي هم مساكنين هنا اللي هم عايشين في البلاد عايشين في البوضبي بالتحليل ونتائجهم نفس ما قلت عندهم نتيجتين إيجابيتين طيب أنا ما لحقت فوق إذا فيه أي سؤال ثاني أو ما انتبهت عليه إذا عندكم بعد أسئلة كتبوها شكرا نفسيين دكتورة فوزية الله يعافيت ما هي الأشتراطات اللي أقدر أقول عن هذا الشخص هو مخالط من عدمه إحنا حين ما قاعدين نتكلم عن المخالطين إحنا نتكلم عن العزل المنزلي اللي هو الشخص أكيد مصاب فيه أشياء بخاصة هاي أعتقد فريق المخالطين ممكن يجاوبون عليها بشكل أدق ولكن إن شاء الله بممكن نحنا نبعث لهم السؤال ونرد عليكم فيتامين سي يا جرعات.. الجرعات بالنسبة للفيتامينات دعونا نقول لكم الجرعات من 1000 إلى 2000 ميلي جرام في اليوم الزينج 40 ميلي جرام في اليوم وفيتامين دال من ألف إلى أربعة ألاف ميلي كرام ووحدة دولية في اليوم فهذه الثلاثة مكملات التي تكلمنا عنها منال وهذه الوحدات المطلوبة بشكل يومي شكراً محمد أنك متابع إذا لديكم أسئلة بعد كلمين عن البرنامج أو عن العزل بشكل عام ما يسلمك أستاذي طبعاً برنامج العزل المنزلي تأسس نسمى قلت لكم شهر أربعة عن طريق تعاون بين مركز أبوظبيل الصحة العامة ودائرة الصحة وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي وغيرها من القطاع الخدمات اللي نسمى قلت لكم عنها في البداية كان عدد من المتطوعين اللي ما قصروا وشاركونا ولين الحين بعدهم موجودين فريق عزل المنزلي أكثر من المتطوعين اللي هم يدعوون هاي المبادرة وماشاء الله مستمرين بإبن الله الجرعات هاي بالنسبة للكبار فوزية وليست للأطفال بيتامين دال ألف إلى أربع تالاف وحدة دولية في اليوم بيتامين جيم اللي هو بيتامين سي ألف إلى ألفين ميلي جرام والزينك أربعين ميلي جرام لست طيبة أطفال فالجرعات هاللات نسأل طيب أطفال ومن طفل اللي أعتقد الأطفال يأخذون على وزنهم لأنه فتفرق فغير الجرعات للكبار دكتورة هالل العزل المنزلي بعد النتيجتين الجباري؟ طبعا الناس ما قلنا في البداية توجان أنه في عدد مختلف من أنواع العزل سواء كان مؤسسي أو في المستشفى أو في المنشآت الصحية أو في البيت العزل بالشكل عام نعلم نقول هو يتكون بعد نتيجتين إيجابيتين نهاية تعتبر إصابة مؤكدة وما في شك فيها تسلم تسلم للعفوح ياكم شكرا يا الله هل عندكم أي أسئلة أنا موجودة هنا عشان أجاوب على أسئلتكم اليوم عن العزل والعزل المنزلي ولي حابي شاركنا إذا عنده تجربة مع العزل المنزلي يتخطط اللي عفوح يا جريد اللي موم سوي الفحص ولا مرة في العمر عمري 45 شو رأي طبعا نحن النصيحة العامة هي إجراء الفحوصات وكثر ما نسوي الفحوصات كثر ما نحصل نتائج أكثر فهو الناس ما شفتو إحنا عندنا فيه توجه عام في الدولة أن نزيد عدد الفحوصات ومشاء الله وصلنا أكثر عن أربع مليون من فحوصات كورونا المستجد الراي رايك في النهاية ولكن ما يضر تسوي الفحص والإجراءات الاحترازية سواء فحصنا أو ما فحصنا هي الأساس فالمفروض نحن كلنا نلتزم بالإجراءات الاحترازية من لبس الثمام وتباعد جسدي وغسل اليدين وعدم ولمسد الوجه وكل هذه الأمور ولكن في النهاية القرار قرار شخصي إذا أنت بتفحص أو لا لكن توجه العام للدولة نعم أن الجميع يفحص الله يعافيكم الله يعافيكم تسلميني الفت طبعا عندي عدد من الحضور من فريق العزل المنزلي واللي صراحة أنا فخورة فيكم جميعا فخورة أنا اشتغلت معاكم بيظل الله ويهجكم وكلكم وما قصرت ممتاز دباي مستر ون إذا بتسوي الفحص شيء طيب الله يسلمت جميلة طبعا كلكم ما شاء الله جميلة عمار ألفات الكثير ما شاء الله من الفريق هل في دولة ثانية حبة تسوي نفس فكرة برنامج العزل المنزلي عندنا هنا طبعا الجميل في برنامج العزل المنزلي اللي طبقناه في بوضبي إن هالبرنامج الأول من نوعه ما قد صار في الأمرات وما قد صار حتى في المنطقة العربية البرنامج متكامل الحمد لله رب العالمين اللي قدرنا قدرنا نحن نرتبة بطريقة سريعة وفعالة الحمد لله رب العالمين فالدول الأخرى اللي حاولوا يسوون برامج مشابهة للعزل المنزلي استخدموا تقنيات مختلفة كي سمعتوا عنها في البحرية في الكويت في السعودية وكان تقريبا فيه أشياء متشابهة ولكن فيه أيضا فروقات نحن الدعم اللي برنامجنا وفره مش فقط متواصل ولا حتى مجرد تتبع ولكن كان مثل ما تقولون علاقة وطيدة مع المرطة نحن نوصلهم لبر الأمان نحاول قد نقدر ندعمهم نكلمهم نتواصل معهم نوفر لهم سواء كانت الفحوصات أو حتى الدعم من بعض القصر يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمين جميع إن شاء الله يا ماما الموضوع عن العزل المنزلي تكلمنا عن العزل المنزلي بشكل عام ودخلنا أكثر في تفاصيل برنامج العزل المنزلي المقدم من مركز أبو غبي للصحة العامة ودائرة الصحة أبو طبيب دكتورة مريضة العزل المنزلي هل يقدر يقعد مع أسرته وهو مستخدم الماس ويحافظ على مساحة تباعد لا عزيز سيمانال هذا العزل لازم يكون معزول في غرفة مستقلة وحمام مستقلة حتى الحمام لازم يكون منفصل عن الحمام لباقي أفراد الأسرة هذا كله إجراء احترازي لمنه انتقال العدوى فنحن ما نقول لنا يقعد مع أهله ويخالطهم بالعكس نقول لازم هو يكون في غرفته غرفة يكون فيها باب والسكرة على ناسة يكون فيها تهوية مناسبة ويكون عندها معامل خاص فجواب سؤالة منعال لا ما يقدر I noticed there are English speakers so the whole session is in Arabic I'm sorry but if you have any questions in English you can type it in and I'll reply I'm sorry I'm sorry I'll do room مرحبا يا ريتا لم أفهمت الكلمة أحدثكم عن الموجة الثانية لكوفيد ودور برنامج استجابة للتصدي إن شاء الله أولا نحن ليس برنامج استجابة نحن برنامج العزل المنزلي هناك الكثير من الأقاويل عن الموجة الثانية ولكن نحن كشعب نحن كدولة الإمارات نعرف إن شاء الله بإذن الله مثل ما عدي مرحلة أولى بنعدي أي مرحلة وأي شيء بتحت قيادتنا الرشيدة بإذن الله الأمور رح تكون طيبة برنامج العزل المنزلي كان له دور فعال مساند للقطاع الصحي ومساند للمرضى نفسهم فإن شاء الله مستمرين بإذن الله طول ما إحنا محتاجين لنعزل الأفراد في بيوتهم رح يستمروا البرنامج ورح يوفر الدعم تسلمين يا ماما شروط العزل المنزلي والفرق بين الفندقي والمنزلي لا تحدث عن العزل الفندقي أو العزل المؤسسي هناك بروتوكولات مختلفة بروتوكول العزل الفندقي مختلف و بروتوكول العزل المنزلي مختلف نحن بالنسبة لبرنامج العزل المنزلي الشروط قلتها في البداية الشخص يكون بين 18 إلى 59 سنة لازم يكون حادثة صحية مستقرة ما عنده أمراض مزمنة نفسية تنفسية ولا نفسية ولازم يكون إذا كان عنده أمراض مزمنة يكون مسيطة عليها يعني قادر أن يسيطة عليها قبل الإصابة حتى بالمرض ويكون الإنسان عنده غرفة مستقلة وحمام مستقل وقدر يعزل نفسه بشكل فعال يكون مثقف متعلم وقدر أنه بالفعل يعني يعدل نفسه بفاعلية ويتبع جميع الإجراءات الاحترازية الضرورية فهاي شروط العزل المنزلي بالفعل يحتاجون دعم نفسي خلال هذه الفترة وهذا اللي كان يوفره فريق الدعم المنزلي أكثر عن ثلاثين شخص كانوا ومتطوعين في فترة ويعزين يعني يزيدون أو يقلون وغيرهم من كل شخص مكان فالأشخاص اللي كانوا فقط دورهم يتصلون في الماضي ويتعبون معهم ويتأكدون أن بالفعل بسطتهم جميع الخدمات وفي دعم نفسي كان موجود خلال هذه الفترة هل توجد آلية للشخص المصاب اللي لا توجد عليه أي أعراض في حال عدم إمكانيته إذا وفيه شروط العزل المنزلي نعم المناطق أو المنشآت العزل الأخرى اللي تكلمت عنها في البداية اللي هي منشآت المستشفيات أو المنشآت المؤسسية أو الفنادق هاي تعتبر إنها آليات أخرى للتعامل مع الشخص المصاب طبعا إذا الشخص ما عنده أي أعراض وحادثة الصحية مستقرة ننصحها بأحد هذين الاثنين أما العزل الفندقي أو العزل المؤسسي في أفراد ما يقدرون يقعدون في المنزل لأسباب سواء الحمام مشترك أو الغرف مشتركة ما يقدر مثلاً أو عندها فوبيا من الأماكن المغلقة من لبس الساعات التتبع ففي حالات بالفعل تم نقلهم من العزل المنزلي إلى عزل مؤسسي أو عزل فندقي ما هي الوجبات أو الأكلات الموصل بها لمرضى كبد؟ ما في شيء معين نحن نوصي فيه ولكن الأكل الصحي بشكل عام الغذاء الصحي والأسلوب الحياة الصحي هذا اللي هو المتعارف عليه ولكن ما في شيء أقدر نقول لا هذا لا تأكل لا هذا كله الأشياء العامة اللي نقولها للشعب ابتعاد عن السكر ابتعاد عن الملح شرب الماء بكثرة ابتعاد عن الأكلات الغير صحية الأكلات السريعة كل هاي الأمور فما في شيء معين نقولنا هذا أفضل من غيره ولكن الأكل الصحي بشكل عام ننصحه ننصح به لا عفوا أيوقت روز أتمنى أكون جوابت على سؤالك ما هي عاطيكم لا عفوا سألوني سألوني قبل ما تقدرون سألوني قبل الله يخلص البل ليش ركزتي على فيتامين سي أنا ما ركزت على فيتامين سي أنا قلت أنه فيه عدد من المكملات اللي ممكن أنها تدعم الجهاز المناعي منها حسب الدراسات فيتامين سي و فيتامين دال و الزينك وينصح دائما أن نأخذ فيتامين سي مع الزينك لأنه يحسم من امتصاص فيتامين سي إذا أحد منكم عنده تجارب مع العزل المنزلي شاركونا لا عفوا حياكم الله أي تاني لا عفوا حياكم لا عفوا حياكم كنت على وشك لكن الله ستر الله يعافي جسمت كيف الجهات تتواصل مع الناس المحجورة في البيت؟ طيب عرفنا الفرق بين العزل و الحجة عشان ما نرجع نتخربط مرة ثانية العزل هو الأفراد المصابين فهل سؤالك للأفراد المصابين أختي أم قصدك ناسب محجورين؟ إذا شخص مصاب ومسجل معنا في برنامج العزل المنزلي فكل بياناته تكون معنا في البرنامج ونتواصل معها بأسرع وقت ممكن زوان كنا نحنا مركز أبو الله بلت الطبب عن بعد أو غيرها من الجهات اللي إحنا داخلين معاهم كشركاء سراتيجيين لدعم المرضى الله يعافيت سينا تسلمين الفحص شو الفرق بين الفحص العادي و الفحص اللي بالدم؟ الفحص العادي تقصد فيه مسحة الأنف مسحة الأنف تبحث عن الفيروس اللي في الدم يبحث عن الأجسام المضادة للفيروس إنه هل بالفعل هالشخص صار عنده مناعة صار عنده إصطابة سابقة أو لا؟ تسلمون جميعا نعم الأفراد المصابين والمسجلين عزيزتي أرقامهم وكل بياناتهم تكون موجودة في البرنامج فعشان شيني قدر نوصلهم ونكلمهم وإذا لا سمح الله في أحد أخرنا عليه أو أي شيء ممكن على طول يتواصل معانا عن طريق سواء كان الخط الساخن أو رقم خدمة الواتساق اللي أعلننا عنها في السابق شهر 5 فذلك ممكن تتواصل معانا ونوصل بإذن الله مرعوبي من الفحص أنا وبنتي هني إماراتية ما يخوف الفحص ما بقول لكم كم مرة فحصت بس هو مزعج ونتفق جميعا أن الفحص مزعج نوعا ما ولكن ما ياخذ ثواني فنصيحة العامة نقولها أنا بالعكس أجول فحص للاطمئنان ولكن إجراء الفحص من عدمه هنس ما ذكرت قبل ما يمنع أبدا ولا يقول أن لا تتبعون الإجراءات الحذرازية أنا فحص اليوم أنا سلبي خلاص أنا بطلع وباخذ راحتي وبحتك في كل الناس طبعا هذا الشيء ما ننصح فيه أبدا الفحص هو يعطيك النتيجة عليك أنت اليوم بكرة ولكن نحن كلنا نعرف حسب الدراسات أن البيروس ياخذ لأربعة عشر يوم خلال الأربعة عشر يوم ممكن يصير نشط ويبين يعني ممكن أنا أتحصل اليوم ما يبين بعد يومين يبين فعشان شي نحن نقول الفحص زين ومطلوب ولكن الإجراءات الاحترازية هي الأساس ولا تخافون مزعج ولكن ياخذ ثواني الله يسلمكم آمين يا رب كلنا إن شاء الله يا رب هل صحيح يعطون تصريح بعدد سبعين لمدعوين الأعراس؟ لا أعلم مش مجال تخصصي ولكن ممكن نوجه السؤال للجهات المعنية اللي هما تنظيم الأعراس والجهات هذه ولكن ليس إحنا يا جماعة تباعد وتباعد سبعين شخص ما يدرون يتباعدون حسنا نحن صار لنا نس ساعة الحين أعطيكم خمس دقائق زيادة إذا لديكم أي أسئلة إذا لم يكن لديكم أسئلة سننهي اللايف طبعا نحن متواجدين قنوات التواصل لمركز البضابي الصحة العامة تعرفونها جميع ودائما ندع عندكم أي أسئلة توجهوا لنا إذا ما وصلنا لكم أنتم وصلوا لنا وإن شاء الله بإذن الله نحاول قد نقدر نحن نساعدكم وندعمكم هي فترة ومؤقتة وكلنا إن شاء الله بنعديها في البعض الكثير ما أشعر بأي إزعاج من الفحص هو التكرار يخلينا خلاص ما نحس بالنسبة للساعات للمرضى الإيجابيين نعم شو السؤال؟ دكتورة في ناس في الحجر المنزلي بيشتكوا من ضربات القلب زيادة أي شخص نقول هو موجود في عزل منزلي وصار عنده أي أعراض جديدة عرض جديد سواء كان كحة حرارة في سوء في الحالة الصحية نطلب منه الانتقال مباشرة لأقرب مستشفى لأقرب طوارئ لإعادة تقييم الحالة لأنه ممكن يكون عنده تطور في الحالة ممكن إحنا ما نعرف عنه فالأطل الحل أنه على السريع يروح وينتقل إلى المستشفى لإعادة الفحوصات ويتحقق من شو سبب التسارع في ضربات القلب ممكن يكون توتر ولا شيء ممكن يكون شيء ثاني فالواحد الأطل اللي يروح ويتمن ونتأكد من كل الأمور طيبة بإذن الله كم ساعة وشو وظيفتهم طيب؟ الساعات حاليا نحن نوفر ساعتين للمرضى الساعتين فيهم تتبع بس في ساعة من الساعتين هذي بالإضافة للتتبع فيها اللي هو نبضات القلب وضغط الدم فهذه الوظائف لكن بشكل عام هي للتتبع والمراقبة والتحقق أنها الشخص بالفعل يعلس وملتزم في العزل ممكن يكون عنده جيوب فيرتاح من فتح القناة اعتقل ممكن لا فحياكم الله ما نال أنيتان شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا وكانوا معانا اليوم في البث المباشر إذا عندكم أي اسئلة أنا ما وصل لكم ما قدر تجاوبكم تقدرون تبعثوها لنا إن شاء الله على قنوات التواصل المعروفة وإن شاء الله بنوصلكم أوكي توضيح دكتورة آخر سؤال عندنا أصنع كلمة عزل وحجر كثير هل العزل مقصود فيه الشخص المصاب وبالمستشفى والحجل للمصاب داخل المنزل لا يا أخوي مستر اي ام ام العزل للشخص المصاب إصابة مؤكدة والحجر يا أما يكون شخص عنده إصابة غير مؤكدة يعني إصابة إيجابية النتيجة إيجابية وراها نتيجة سلبية أو يكون شخص مخالط لإصابة مؤكدة فالعزل لازم يكون فيه غرفة مستقلة حما مستقل الحجر يكون فيه محيط المنزل ما يطلع من المنزل لأنه مش مصاب ولكن احتمال عنده إصابة ويمكن تظهر خلال 14 يوم هل فيه إمكانية الله يسعدكم جميع إن شاء الله هل فيه إمكانية من تغيير نوع الساعات أو حجمها وابتكار طريقة تتبع أخر إن شاء الله مش غلط أباكم جيت أكدونا دائرة الصحة مركز الطبيب الصحة العامة دائما يبحث على وسائل مبتكرة مختلفة لدعم المرضى فإن شاء الله بإذن الله ليش لا كل شيء ممكن أماري وإن شاء الله خير جفاف الحلق والشفايف حين كل سئلة طلعت يم قلت لكم بني البث المباشر جفاف الحلقة الشفايف واللسان خاصة في الليل شو سببه؟ هذا سؤال عام خارج عن نطاق ثلامنا ولكن قد تكون له عدد كبير من الأسباب فالأفضل توجه الطبيب مختص لمعاينة الحالة ونوقوف على بعض الأسباب التي قد تكون هي مسببة لهذا الشيء لا روان نجواب ففي أسباب كثيرة ممكن تكون من أفضل لطبيب يعاين الحالة هلا سميرة صحيح يا هني العزل للمريض إصابة مؤكدة والحجر للشخص اللي أمامه خالط أو عند إصابة غير مؤكدة فاحتمال تبين معاه خلال الأربعة عشر يوم أمين يا رب جميعا يا رب روان أعطيكم العافية شكرا جزيلا ومساءكم خير بإذن الله أنا سمقت لكم أي سؤال ثاني ما قدرت أوصلكم ما قدرت أجاوبكم ممكن تتواصلوا معنا على قناتنا وإن شاء الله نحن معاكم دائما أعطيكم العافية ومع السلامة محسن محسن هل أنت متأكد أن تتحقق المقبل؟ نعم محسن